اول تصريحات رئيس ايران الجديد حكومة ضد الفساد كانت هذه الكلمات فاتحة كلمة الرئيس ابراهيم رئيسي معلنا بداية قرن جديد قد يكون تقويما وضع له رئيس شهورا خاصة فيه واياما غير تلك الايام التي انقل فيها عن الماضي فهو الرئيس المطالب بتحقيق من منظمة العفو الدولية على جرائم اعدام حدثت في ثمانينيات القرن الماضي لكن رئيس المحافظ كانت له في تصريحاته الاولى مفاجآت كتلك التي اطلق فيها ترحيبا بالسعودية ونفورا من اميركا فالرجل المستقل بدى واضحا انه مستقل بكلمات عابرة للقرات كسواريخ طهران الباليستية التي رفض النقاش فيها على طاولة فيينا لم يقف عند هذا الحد فقد رفع عيار تصريحات النارية مساعدا من لهجته تجاه واشنطن معلنا عدم استعداده للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن حتى في حال رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي الاصداء في واشنطن احدثت ردة فعل للتقليل من شأن رئيس بلسان مستشار الامن القومي الذي اكد ان القرار في الاتفاق النووي سيتخذه المرشد الايراني وكأن واشنطن تريد توضيح حقيقة مؤكدة في امتلاك رئيس ميزة صنع القرار في القناة الاولية لساعات الاولى من عمر رئيسي في السلطة قد تكشف تكتيكا ايرانيا معروفا من قبل يفرض محاولات الضغط لاجل تمرير الاهداف والمصالح لكن اتفاق فيانا سيكون الفيصل بعد ان تلكأ متوقفا او كما تبدو الصورة التي ينقصها نتائج الايام المقبلة اشتركوا في القناة